اثيرت ازمة جديدة للبرازيلي فينسيوس نجم ريال مدريد في مباراة فالنسيا بالدوري الاسباني بسبب احد المشجعين حيث استضاف فالنسيا نظيره ريال مدريد على ملعب مستايا ضمن منافسات الجولة الخمسة وثلاثون لبطولة الدوري الاسباني وخلال الدقيقة الاثنين وسبعون من عمر اللقاء رصدت العدسات التلفزيونية الناقلة للمباراة ظهور فينسيوس غاضبا بقوة من احد الجماهير في مدرجات فالنسيا خلف المرمى حيث قام فينسيوس بالاشارة الى شخص ما ليؤكد انه يعرفه ليقوم بالتبليغ عنه بعد قيامه فيما يبدو بتوجيه هتافات عنصرية ضده قبل ان يتوجه اليه مباشرة ويدخل في مشدة كلامية متوترة معه ومن ثم توقفت المباراة لاكثر من خمس دقائق حيث تدخل امن الملعب وذهب عدد من اللاعبين لاخبار التحكيم بما حدث ثم تدخل كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريدة ليطلب من فينسيوس الهدوء قبل ان يقوم بتقبيله بعد ما حدث وفي النهاية تم استئناف المباراة مع وجود فينسيوس في الملعب رغم انه كان يرفض استكمال للقاء بعد قوله لا اريد ان العب بعد الان وفقا لما كشفته صحيفة ماركا بعد رصد حركة شفتيه ورغم ذلك استمرت الاجواء المشتعلة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليتعرض فينسيوس للطرد بعد صفعه لاعب فالنسياه غدورو في الدقيقة ال 97 حيث قام الحكم باشهار البطاقة الحمراء في وجهه بعد اللجوء لتقنية الفيديو وبذلك بات هذا الطرد الاول في مسيرة النجم البالغ من العمر 22 عاما سواء مع نديه السابق فلامينجو البرازيلي او ريال مدرين وظهر فينسيوس في اثناء مغادرة الملعب وهو يشير بالرقم 2 الى جماهير فالنسيا ليبدو انه يقوم بتذكيرهم باحتمالية هبوط الفريق الى دوري الدرجة الثانية اشتركوا في القناة